أعلن رئيس تحالف السيادة السابق في محافظة نينوى حسن علو الجبور انشقاقه وانسحابه من التحالف بسبب تهميش قيادة التحالف لمحافظة نينوى من ناحية القرارات وإدارة المشهد السياسي في المحافظات السنية وعموم العراق أضافا الانسحاب سببه أيضا التنازلات التي قدمها السيادة في محافظة كاركوك والتي جاءت على حساب محافظة نينوى واستحقاق الأغلبية العربية السنية فيها حسب تعبيره وكان النائب السابق حسن علو الجبور رئيسا لتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر في نينوى قبل أن يتسلم رئاسة التحالف في المحافظة النائب لطيف الورشا اشتركوا في القناة